كان يطلق عليه لقب ملك الأحذية لكن بعد عقود من تصميم الأحذية لملوك وأميرات ووزراء ونواب وأعيان وتصنيعها يدويا يخشى جميل قبطي البالغ من العمر تسعين عاما من أن تقضي الأحذية المستوردة على حرفته ويستذكر القبطي أن الملك حسين استدعاه مرة في العام 1964 بعد عودته من زيارة إلى فرنسا التقى خلالها الرئيس الفرنسي آنذاك شارل ديجول كان الله يرحمه سيدنا أجبني فرنسا بعت وراء طلعت عنده كنت قبل ما يسافر عمله بوتين رسميات لجلالة الملك حسين حكا لي قال لي طول ما أنا قاعد عن ديجول عينه على البوت سألوا بعدين بقول له البوت شغل وين قال له شغل عمان قال له فيه بعمان بشتغل وهيك قال له جاب لي يا سئجوة 49 كانت عملنا لبوتين ودينا لليوم على فرنسا لكن لم يتبقى من زبائن القبطي الذي كان يصنع في اليوم الواحد مئتي زوج حذاء اليوم إلا عشر فقط ما دفعه إلى الاتجاه نحو تصنيع الأحذية الطبية وأحذية الأطفال وشهدت محال صنع الأحذية يدويا في عمان عصرها الذهبي في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي على ما يستذكر رئيس جمعية مصنعي الأحذية نصر الضيابات أنا أسفي على هيك قطاع فيه من الناس اليوم عمره تسعين سنة فجأة وقال له ببكي بقول طب كيف الكل تخلى عني كحكومة كمسؤولين ويا أسف على هيك قطاع ممكن أنه يؤدي للاندثار غير أن المملكة فتحت على الواردات وسرعان ما طغط الأحذية المستوردة الصناعية على تلك اليدوية وبحسب نقابة تجار الألبسة والأحذية والأقمشة كان الأردن يستورد سنويا قبل جائحة كوفيد-19 أحذية من الخارج بحوال 62 مليون دولار